اشتركوا في القناة على الزر الايمن او مطولا تظهر لك القائمة ككل او بالزر الايمن للموس او يمكنك ايضا ان تقوم باخراجها من خلال الضغط على هذا السهم لتخرج معك ممتدة بهذا الشكل وتستطيع الوصول الى اي نوع منها بالاضافة الى انك يمكنك ان تتحكم من الجهة اليسرى بالنافذة الخاصة بالسيمبل يا صديقي هكذا وتفتحها هنا من دون اي مشاكل ماذا لو لم تكن مفتوحة معي بشكل جيد نافذة السيمبل لم اجدها هنا ليس هناك اي مشاكل ويندو بعد ذلك سيمبل تبحث عن حرف الاس اين هي المهم لا حاجة لنا في اها هي هنا السيمبل تضغط عليها وتفتح معك من دون اي مشاكل كيف ستفيدني السيمبل ولماذا هذه الادات مثلا لدي اي رسمة مثلا هذه الزهرة او اي شيء ففي كل مرة اقوم برسمها وما الى ذلك هذا امر يقوم او يتطلب مني جهد كبير فبالسيمبل فقط استطيع ان ارسم اكتر من واحدة مثلا اريد ان اعمل اطار كامل بالورد وما الى ذلك ماذا لو اريد ان اتحكم في خصائص السيمبل انا مختار ادت السيمبل نفسها دعني اقوم اولا اه بتغيير حجم السيمبل اه نفسه اريد ان اقوم بتغيير السيمبل اقوم بتغيير الحجم او الصائزة الخاص بها اه هكذا بشكل اه جيد وسريع يا صديقي فبمجرد اني في المرة الثانية عندما اضغط يقوم باخذ الابعاد التي قمت بتعديلها اه جديد او حاليا اه اول ادات وهو اول نوع مثلا اه بمجرد اني ضاغط على اه اول نوع اه هنا سيمبل سبراير يقوم بكل ما اضغط يقوم برسم واحدة اخرى استطيع ايضا اني مستمر بالضغط وشاهد كيف يقوم بالرسم مثلا لدي الزخرفة وما الى ذلك سوف يتطلب الامر وقت كبير جدا في حال ارد ان ارسم كل واحدة على حدة سوف يأخذ مني جهد كبير وكبير جدا يا صديقي لذلك اه ادات السيمبل تسهل الامر بشكل جيد الادات الثانية وهي من اجل قصد التحريك فشاهد كيف يقوم بتحريك السيمبل من هنا اضغط عليها واقوم بتحريكها يا صديقي بشكل جيد اه هكذا اصحبها الى هنا اصحب هذه بشكل جيد اصحب هذه اه هذه المهم اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت اما الادات الموالية التي بجانبها فهي للتحريك المسافات بين السيمبل نفسها شاهد كيف يقوم بالتلاعب بالمسافات ماذا لو اريد ان اتحكم في خصائص اي ادات من هذه السيمبل كل ما علي فعله كما قلنا دائما انك تضغط مرتين متتاليتين تفتح معك البانر الخاصة بالمسافة المسافة الخاصة بالتحريك انتونسيتي كل شيء يا صديقي تستطيع ان تقرأ وتعدل كما انه كل اداة تختارها سوف يقول لك ماذا يقوم في الاسفل هنا تستطيع ان تقرأ بنفسك اعمل الادات الموالية وهي لتكبير الحجم كما تشاهد معي ايضا اذا ضغط على وكما تشاهد هنا يقوم بتقليل السيمبل دعنا نقوم برسم عدد اكبر الادات الموالية وهي للادارة ففي الزهرة لا تظهر بشكل جيد ولكن اتمنى ان تكون قد لاحظت فالتغذية البصرية مهمة جدا لكل ديزاينر اما فيما يخص الادات الموالية هنا فهي لتحويل اللون فشاهد معي هو لا يعرف الى اي لون يقوم بالتحويل لذلك سوف تحصل على لون ليس بالجيد على الاطلاق فقط هكذا لنريك الفكرة ونتكلم عن الفكرة فقط يا صديقي حتى القريبة منها دائما تتأثر الادات الموالية وهي لجعلها اكثر خفة او لتقليل من الوباسيتي او الشفافية مثلا اريد ان تكون هذه الازهار في الخلفية فقط بشكل جيد يا صديقي المهم لا اريد ان تكون الحلقة طويلة وروتينية فالهدف من هذه الدورة هو تعليم الاساسيات في اقصر وقت ممكن يمكنني ايضا ان اشير الى نقطة سيمبل 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 ها هي هنا يمكنك ايضا ان تقوم بانشاء سيمبل جديد بنفسك من خلال الضغط على هذه الايقونة او تقوم برسم اي شيء مثلا لديك شيء تريد ان ترسمه او تقوم بالعمل عليه بعد ذلك انت تريد ان ربما انت تحتاج الى تكرار هذا الشيء اكثر من مرة فتستطيع هكذا وتقوم بادخاله الى قائمة السيمبل ليقوم بانشائه اهم شيء مثلا اذا كان جرافيك او تصميم معقد تقول له جرافيك وتضغط اوكي لتصبح معك بشكل جيد ايضا يمكنك ان تحدثها هنا من خلال سلة المهملات بشكل سريع جدا نقطة وريد ان اشير اليها ان الاليستريتر فيه مكتبة كبيرة جدا تستطيع الوصول اليها واختيار اي نوع من السيمبل التي تجدها جاهزة وفي اغلب الاحيان ربما تمثل عقبلك وتريد ان تصمم وتضيع لك الوقت مثلا هكذا مابس ايكون لرقم الهاتف في تصميم بطاقات الزيارة وما الى ذلك لذلك يجب ان تعلم بوجود هذه القائمة حتى تختصر المزيد من الوقت يا صديقي ايضا يمكنني ان اقوم بفك هكذا وبمجرد الضغط على هذه الايقونة كونترول زد اضغط عليها يصبح يتعامل معها على انها ليست بالسيمبل استطيع ان اضغط بالزر الايمن للموس انجروب بعد ذلك استطيع ان اتعامل مع كل عنصر على حدة من دون اي مشاكل يا صديقي اعتقد اني اشرت الى اهم الاشياء الموجودة في السيمبل كان هذا كل شيء في حلقة والموضوع اليوم بشكل سريع بسيط خفيف ضريف اتمنى ان اكون قد وفقت في الشرح ان وفقت في الشرح فمن الله وحده وان اخفقت فمن نفسي ومن الشيطان اتمنى ان تكون بألف ألف صحة وخير وعافية وانت تشاهد هذا الفيديو التعليمي شكرا لحسن المتابعة والإصلاح اتلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله السلام